السلام عليكم الوضع خطير في البحرين النظام اليوم أصدر الحكم النهائي في مسألة الإعدام على الشباب الأربعة ويريد يبدو بأنه يريد أن يرتكب جريمة نكرا أخرى كبرى بإعدام الأربعة إذا النظام ما كان يريد يقدم على هذه الجريمة لما كان يحكم بحكم نهائي لا سيمة وهم الآن اتصلوا بالأهالي وخبرهم بأنه من كل عائلة شخص واحد يتوجه لهم بكرة الصبح الوضع جدا خطير أنا أعطي إشارة إنذار كبرى إلى الجميع أرجو ممن تصلوا هذه الرسالة أولا نشروا الرسالة هذه أطلبوا من الجميع أن يتحرك أطلبوا من الجميع أن يتواصل مع الشخصيات الكبرى مع الجهات التي ممكن تضغط على هذه الجهة المجرمة التي تريد أن تنفذ هذا الحكم الشنيع جدا نحن هنا في بريطانيا نسعى أيضا قاعدين نسوي اتصالاتنا قاعدين نحاول نسعى رجاء 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 أطلبوا من الجميع أن يسعى يتحرك لوقف هذه الجريمة العظمى الله يقي إن شاء الله شبابنا من كل سوء والنظام إذا ارتكب هذه الجرائم سيقدم على هلاك نفسه والتعجيل بزواله أقول أنه ينبغي علينا اليوم الآن أن نقوم بواجبنا وتكليفنا وأن نقوم بالضغط نحو عدم ارتكاب هذه الجريمة الكبرى في حال إذا لا سمح الله ارتكب النظام هذه الجريمة لا نحزن نستشعر إن شاء الله الفرج القريب من الله سبحانه وتعالى بس اسعوا اليوم قبل بكرة إن شاء الله رجاء رجاء الله يخلي